أملاق في دنيا الصحافة وصاحب مدرسة استمرت لعقود طويلة سار على نهجها الكثيرون في بلاط صاحبة الجلالة عاش عصراً ذهبياً وأياماً فاصلة في تاريخ مصر الحديث بدءاً من خمسينيات القرن الماضي وحتى الألفية الثانية وكان ملازماً لزعماء وقاد خلدهم التاريخ وأشاهداً على عصور متتالية إنه الكاتب الصحفي الراحل محمد حسن هيكل الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده تمر اليوم ذكرى ميلاد الراحل محمد حسن هيكل هو الإسم الأبرز في تاريخ الصحافة المصرية والعربية ويعد أشهر الصحفيين العرب في القرن العشرين حيث رحل عن عالمنا في السابع عشر من فبراير لعام 2016 عن عمر ناهزة ثلاثة وتسعين عاماً بعد أن ترك مسيرة حافلة كصحفي وكاتب ومحلل وشاهد على التاريخ أولد محمد حسن هيكل في مثل هذا اليوم في الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 1923 بقرية باسوس بالقليوبية تلقى تعليمه في القاهرة وبدأ الدراسة بالمراحل المتصلة ثم اتجه إلى الصحافة في وقت مبكر حيث التحق بجريدة إيجفشن جازت وعمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث ثم عمل مراسلاً حربياً لتغطية بعض معارك الحرب العالمية الثانية وفي العام 1944 انتقل هيكل العمل في مجلة روزيليوسف والتي كانت بوابة التعارف على محمد التبعي ومن ثم الانتقال للعمل معه في مجلة آخر ساعة قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الأخوين علي ومصطفى أمين وفي العام 1945 عين هيكل بمجلة آخر ساعة وأصبح بعد ذلك مراسلاً متجولاً بأخبار اليوم ثم تنقل وراء الأحداث من الشرق الأوسط إلى البلقان وإفريقيا الشرق الأقصى إلى أن استقر في مصر في العام 1951 تولى منصب رئيس تحرير آخر ساعة ومدير تحرير أخبار اليوم وفي العام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأهرام وظل في منصبه حتى العام 1974 قد الأهرام للتحول إلى مؤسسة وأنشأ عدداً من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ومركز الدراسات الصحفية ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر وإلى جانب العمل الصحفي شارك محمد حسنين هيكل في الحياة السياسية حيث تم تعينه وزيراً للألام في العام 1970 ثم أضيفت إلي وزارة الخارجية لفترة أسبوعين في غياب وزيرها الأصلي محمود رياض ترجمت كتب الكاتب الكبير الراحل إلى ما بين 25 إلى 30 لغة كان أحد ظواهر الثقافة العربية في القرن العشرين كما أنه مؤرخ لتاريخ العربي الحديث خاصة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي حيث قام بتسجيل سلسلة من البرامج التاريخية ولديه أيضاً تحقيقات ومقالات في العديد من صحف العالم